شهد مقر القنصلية المصرية في سويسرا توفتاً كثيفاً لأبناء الجالية المصرية في جونيف وما حولها وذلك للإدلاب بأصواتهم في الاستحقاق الانتخابي للانتخابات الرئاسية وخصصت الجالية المصرية في جونيف حافلة بعد صلاة الجمعة للنقل المتوجهين للإدلاب بأصواتهم في مقر القنصلية وذلك من المسجد الكبير في جونيف بهدف التسير عليهم في الوصول والتنقل خاصة وأن اليوم الجمعة هو يوم عمل في الوقت الذي يتوقع أن تتزايد كثافة المتوجهين إلى لجنة الاقتراع في فترة ما بعد انتهاء الأعمال حيث تفتح لجنة أبوابها حتى تسع مساء بالتوقيت المحلي لسويسرا